اهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست ابو اليزيد بيقول النهاردة معايا عشان ما طولش انا ما بطولش عامة تاني يعني سماعي واحد حبيبي وحبيبكم وحبيب كل بيت مصري اغني بقى كتير انا عايز اعود اغني قوي 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 معايا بصراحة يعني بس يعني ممكن نقول ايه في هاويد الليل ولاجتك معارف جيتني جيتني ولا ولا جيتك معارف غير اني لاجت روحي وانجت من همي وناجتك معارف غير اني لاجت روحي وانجت من همي وناجتك الله بداية حلوة كالتنخيرة وبعدين نبدأ الحلقة الاولى من المساعد سلبها بتاعي الغوايش اه اه اول اه اه اغنية اول لحن في كلام عمله عمر خيرت اول لحن في كلام اه اول ما كان عمر يلحن حاجة فيها كلام كان مستاذ الغوايش غوايش وهويد الليل والاغاني اللي جوا بقى استاذ علي منورني بنا خليه ومشرفني وانا يعني يعني انت مش عارف ماذا سعدت انا طبعا يعني بابقى سعيد بكل ضيف بيكون عندي سعادة خاصة وانت النهاردة برضو سعادة خاصة جدا 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 تبتر خيرك بنا خليه عامل ايه كويس اه الحمد لله مدام معاك طبعا احنا مع ربنا كلنا محمد لله نعم بالله بس يعني عشان احنا اتكلمنا براحتنا قبل كده كذا مكالمة فدي فكت الدقة خلاص اتعرفنا ببعض بشكل كويس دي كمان برضو لقى انه الانترفيو اه حاجة مش سهلة كل كلمة محسوبة يعني على الفنان او على الضيف يعني ايان كان فنان سياسي فبيبقى الواحد الان قبلها ما ينامش كويس بحاجات كده النهاردة نعمت كويس طب الحمد لله بالمناسبة كمان عشان يعني نقول ان شاء الله اللي بيتفرجوا علينا انا انا قهد عملاكت بحاجات كتير قوي عايز اسأل فيها الاستاذ علي الحجار والحاجات ما بتخلص يعني لحد ما وصلت مثلا النقطة رقم مية وسبعتاشر الله 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 فاولت اقول ان انا حاعد اسأله الحاجات دي كلها فكلمتك انا مبارح بالليل ايه ابدأ الحلقة يعني وقرت لي يا احمد سيبها كده وامت جاي شاهل المية وسبعتاشر سياله ما قولت يلا انا انا على الله ما انا على الله طبعا كلنا على الله استاذ علي ببدأ دايما حلقتي بنقطة خاصة بالسعادة طبعا انا بالنسبة لي عايز اقولك ان انا طبعا سعيد يعني دي دي معروفة واضحة على وش يعني يبداية حلوة يا رب دايما يجعل كل لحظاتنا وقامنا سعادة فين الاستاذ علي الحجار بيجد السعادة يعني اكيد بنلاقيها في الاهل والصحة والساتر غير المسلمات دي مسلمات بتلاقيها فين بقا انا عايزه عارب بس غير الحاجات المسلمات دي ممكن تلاقيها فين ثاني يعنيfte بقى حقول مسلمات برضو قسع عندي يعني انا شغلتي ان انا مطرب اسعد لحظة في حياتي وانا واقف على المسرحة يعني ما عندكش فكرة الموضوع ده ان الطاقة السلبية كلها اللي بتصيب اي انسان كلنا عندنا ظروف بتخلينا احيانا زعلانين احيانا مكتئبين احيانا يعني المود بيتغير يعني لكن الغنى بيخرج الغنى بالتحديد بيخرج الطاقة السلبية الزعيق والصوت طالع نازل والسدر زي منفخر الاكورديون بيخرج ويدخل هوى وكده كل ده كمان الناس استقبال الناس اللي انت بتقوله وانا الحمد لله جمهور يسميع كل جمهور يسميع ما عنديش حد بيجيلي مش سميع فاستقبالهم بيبقوا عارفين امتى يسكتوا وامتى يسقفوا امتى يغنوا معايا يعني في اغاني بيغنوا معايا من الاول الاخر وصح كلهم ودنهم مظبوطة جدا فلحظات السعادة دي بتحصل من الجمهور من ناحية ومن ناحية ثانية الطاقة اللي بتطلع منك وانت بتغني بتخرج بتنسيك اي حزن اي حاجة سلبية موجودة في الحياة فدي بتبقى اكتر حاجة كمان وانا قاعد مع ولادي يعني دي دا دي انا عارف ان دي طبيعي كل الناس هتقولك كده بس في اه يعني زيانة اللي عندها 14 سنة دي بالنسبة لي اخر العنقود يعني خلفتها وانا كبير فطبعا بالنسبة لي يعني بالدنيا كلها لما اعود معاها واكلم ونفتح موضوع وحاول اشرح لها حاجات من غير نصيح مباشرة عشان النصيحة المباشرة ما الاطفال ما بيقبلوهاش فجانة بالنسبة لي ويوسف ونور انا عندي سبعة ما شاء الله اه من الصغير جانة انا رقم المفضل سبعة والله انا مكتوب في شهد ابن الله سبعة على فكرة مع ان انا مولود يوم اربعة 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 تمام لكن والسبعات احمد اخويا سبعة تسعة الله يرحمه الله يرحمه احمد ابني سبعة تسعة اه فالسبعات برضو رقم رقم حلو اقول لك انا اقول لك انا فيما يخصني شايف السعادة فين عند اسم علي الحجار او علي الحجار يعني شايفه في انه حتى اللحظة ان احنا بنتكلم فيها وربنا يديك طول طول عمر الصحة ويدينا طول طول عمر الصحة معك ان انت عايش فنيا ايوة يعني عايش فنيا لان انت انت الحمد لله حتى هذه اللحظة يعني معاصر اكتر من جيل ايوة دي حاجة مش سهلة وحاجة دي نقطة مهمة قليلين جدا يعني اللي عاملين كده مش عايزين برضو نذكر اسماء عشان ما ننساش حد ايوة يعني معايا متفق معايا في اللي بقوله طبعا يعني اولا من انا طفل صغير ابويا بيعلمني الله يرحمه يعني هو تلمزته كتير يعني من لطيفة تونسية وانغام وعمر دياب ومدحة صالح وانا ديام مصطفى وانا رحمة الحجار ومطربين عرب كانوا بيدرسوا في مصر هنا في معاهد الموسيقى وكده اه هو استاذ كبير هو معاهد موسيقى متحرك يعني فمنه انا صغير حفزني اغاني اللي هو من من القرن التسعة تاشر يعني حفزت محمد عثمان حفزت عبد الحمولي الشيخ المسلوب الشيخ ابو العيلة محمد مرورا بقى بالشيخ سلام حجازي وزكريا احمد سيد درويش عبد الوحام كله بقى لغاية موصلنا للاستاذ بقى ليك حمدي اللي اكتشفني بالصدفة وقدمني للناس معروفة القصة ايه فآه عصرت الناس كتير جدا طبعا تمام طيب عايز ابدأ معاك وان كنا بدأ نعني بالفعل بس عايز ابدأ معاك من الاخر وبالتحديد من مشروع ميت سنة غنى ايه ومشروع ميت سنة غنى يعني كان الحديث عنه كتير بكذا شكل وكذا طريقة على المستوى الاعلامي ومبروك مؤخرا حفلتك اللي هي اول حفلة لميت سنة غنى كانت خاصة بالاستاذ مسخار الاجيال محمد عبدالوهاب ايه وآه انا حابب اسمعها منك النهاردة آآ لان انا احد ده يمكن اول مرة هقولك ده انا احد الناس اللي وقع في ايدي بالصدفة آآ مطبوعة قديمة آآ كانت هي مجلت يعني هي مجلت كلام الناس كان فيها خبر ده حاجة يا بكلامك في حاجة من سنين طويلة مش فاكر كم سنة يعني خبر بخصوص مشروع مية سنة هنا يعني عارف ان هو حلم قديم ومشروع قديم ايه ايه فيعني انا عايز اقولك دي بس احد الحاجات يعني عشان اعارف حصل عليه جدل كتير آآ موضوع مشروع مية سنة هنا آآ آآ المشروع ده السنين دي كلها سنة معرفش انت اقول لي اكتر من واحد وتمانين طيب يعني هو طيب هو ليه مشروع ياخد الوقت ده كله ايه الصعوبة اللي فيه احنا يعني معلش يعني احنا في الاخر يعني دي منطقتك هنقعد وحنغني والناس كلهم اصدقائك وزميلك ليه تأخر كل الوقت ده وما هو مشروع مية سنة هنا للناس اللي برضو ما تعرفوش خلينا يعني حتى لو بنقول المعلومة دي للمرة العشرة اول حتاشر ايه الاول حقولك فيما لا يزيد عن ساعتين ونص ايه هو مشروع ارجوك مش حرغ يعني ارجوك هو باختصار جدا ان انا الاغاني اللي تعلمتها من ابوي ايه ايه انا صغير القديمة اوي اللي هي من القرن التسعتاشر يعني محمد عثمان ده موليد الف تمنمية حجة وخمسين خمسة وخمسين عبد الحمقولي حجة وثلاثين الف تمنمية حجة وثلاثين فده القرن التسعتاشر هو انا سميته ميت سناغونة لانه ده اسم الهولي الفناني التشكيلي الشهير صلاح عناني هو صديقي واحنا دفع واحدة هو فنون ثربافة ان هي وانا فنون جميلة وكنا جران وصحاب وسكنين في مبابة مع بعض يعني يعني صحاب من عمر طويل يعني وهو لما شافني متحمس للفكرة اعادة التراث الموسيقي القديم بشكل جديد بشكل موسيقي معاصر للاجيال اللي موجودة قال لي سميه مشروع ميت سناغونة كان قبلها بحاجة بسيطة طلع ميت سنة سينما مزبوط اه فقال لي ما تسميه ميت سنة غونة لانه مش لازم تقول مية وخمسين او مية خمسة او تلاتين يعني هو رقم ميص له رقم مميز كمان ايوة ايوة فهو المشروع باختصار ان انا بجيب الاغاني اللي هي لو تسمعت بشكلها القديم ممكن الشباب ما يحبوها لكن لو خدته وعليكتها المعالجة الموسيقية اللي هم متعودين عليها دلوقتي ممكن يحبوها انا مش عايز اه اه اوقف اغاني وحشة او مش عجبانة او كده ما ليش دعوة يعني ليهم جمهور النوع الاغاني ده ليه جمهور ف لكن وماله ان الواحد يقدم حاجات كويسة للناس والناس عندها الاثنين ويقرنوا ف نشأت الحكاية من بداية سنة واحد والثمانين وانا بعمل اول انتاج لها كان البوم عزوريني اه وعزوريني دي كان لحنة احمد الله يرحمه وحمد اخوير والالبوم ساعتها فاول سنة بس باع اربعة مليون نسخة وده كان رقم ما حصلش قبل كده كان شرائط لسه يعني فترة زهبية فترة زهبية الحقيقة فالاغنية شهرت داري العيون انا ما قلتش ان اغنية داري العيون داري العيون اخترتها لانه مش من الاغاني كانت مشهورة قوي لمحمد فوزي الفيلم اللي اتزعت فيه الاغنية دي ما كانش بيتزع كتير فانا قلت اخد حاجة الناس ما تعرفهاش قوي عشان ما تقارنش بمحمد فوزي العظيم ده لانه هو ليه طريقة اه انا شايف ان محمد فوزي المطرب الوحيد في كل المطربين اللي جم من القرن تسعتاشر لغاية دلوقتي اللي صوته بيتحك كلنا عندنا شجن في صوتنا لكن الراجل ده صوته مبتسم طول الوقت تعبير تعبير في محله طب طب جميل الحمد لله فقلت ايه دي مش معروفة قوي مش هتحط في مقارنة معاه قديتها لأستاذ ميشيل المصري لانه هو اللي كان بيوزع قلبه معزوليني وميشيل المصري حاجة كبيرة يعني يعني موزع وموسيقار وكان كمان جاتي بيلعب كمان جات شاطر طبعا هو اشهر حاجة بالنسبة للناس بس عشان نقول وانت برضو صحح لي من اشهر حاجاته وليالي الحلمية ولا انا غلط اه ليالي الحلمية صح كان مش هتحك صح مظبوط طبعا اه انا بقول لها بس حاجة عشان ناس لا لا مظبوط ده ازا كانوا عارفين ليالي الحلمية انا بحاول اتكلم من ناس الفديدة صح لان في ناس فاكرين لقدام حتى فاكرين انا عمر الشريعي لا هي اه طبعا المايسترو ميشيل المصري فقدته داري العيون وقلت له انا نفسي تبقى شبه العصر اللي احنا فيه وهو ما كدبش خبر وهو طبعا رح عمل عمل لها رؤية تانية خالص مختلفة سمعها مني او في بروفا كده لان انا كنت حاطت في المنطقة اللي فيها ارتجال اللي محمد فوزي الفيلم اللي هي عيون تبوح بالغرام وتقول لك كهواني ويرتجل فيه اصوز عالي انت بخلان على اللي اصخن بس معاك شوية فالمنطقة دي هو فتحها للارتجال فارتجلت فيها شوية من يعني ايه اللي هي يعني مدام مساحة الملحن فتحها لان انا ما بجيش ناحية اللحن الاساسي ابدا يعني شرط ان انا وانا بعيد القديم ان انه التزم بالملحن لمساس طبعا اه لكن مدام حتة زي يعني فيها فيها ارتجال اصلا الملحن فتحها ممكن ارتجل فيها يعني والقلبم نزل وبعد زي ما قلت لحضرتك اربع مليون نسخة وانتشرت الاغنية وشباب الجيل ده وقتها افتكروا ان هي واحدة من من اغنية اللي ضمن الالبوم وانا يعني الحمد لله انا بطلع في كل حفلة لازم اقول قبل كل اغنية ف عدت صنة والسنة اللي بعدها لقت عماد الشاروني بيعمل لي اغنية اسمها ما تصدقيش اغنية رومانسية جميلة جدا اتفكرها ما تصدقيش اني وحيد في انتذارك ما تصدقيش اني حزين بانتذارك ازاي طول جرح الغياب حد السماء الزيبان غصن الحنين بعد الخفا وجرحي في حبك لآخر مدى لآخر مدى كان عامل كمان فيها يعني لزم اللازمة الموسيقية نفسها حاجة حلوة جدا وقدمها لي بكلام غير ما تصدقيش ده اللي انا غنيته فقلت له نعجبني اللحن يا عماد وبس عايزة غير الكلام قبلت بالصدفة بالصحفي والشعر الله يرحمه احمد اسماعيل لو تفتكروا اللي كان مسك في فترة جورنال الاهالي ايام حزب التجمع وكذا سمعته اللحن وقلت له انا عايزة يعني تكتب لي عليه كلام والحقيقة اللي دي بتبقى طوريطة للشعر حكاية انه يكتب على لحن لانه انت لما تيجي تكتب شعر او مقال او اي حاجة بحريتك بالافكار اللي تجيلك على كيفك انت حر مفهوم لكن لما تلتزم بانه التفعيلة دي اللي الملحن عملها لازم تشتغل جواها تبقى اذكارك اه بيبقى انت عايزة توزن وخلاص بقوافي ووزن على قد تفعيلة اللحن ما بتسبش خيالك يقول الموضوع اللي يعجبك احمد اسماعيل عمل حاجة حلوة جدا انه هو اختار يبقى يقول لها ما تصدقيش ان السحاب اصل المطر وما تصدقيش انه الشمس بتنور حياتنا وما تصدقي كل الحقائق ما تصدقيهاش وما تصدقيش انه بحبك يبقى بيحبها يعني راح جايب كل الحقائق وقال لها ما تصدقيش كذا وما تصدقيش كذا لا فكرة نفي النافي اثبات ايوا فكرة نفي النافي اثبات بالزبط كذا فكمان راح عمل لها موضوع حلو انا بقول جمل برده يا اسوز علي انا يعني يعني واضح حبيبة كان فلاقيت الاغنية طلقت حلوة بعد ما سجلناها فقلت الاعماد شاروني وقتها كمل انت بقى الالبوم كله وزعه كله طبعا ملحنين مختلفين هو بس كانت دي الوحيدة اللي لحنه وتوزيعه اللي هي ما تصدقيش وبقيت الاغاني عنوان بيتنا زي ما كان بس انت نسيت حاجات التانية وانا بيك يا صمرة يعني كان فيك هزا حاجة هو وزعه وراح عاملي يا نور جديد في يوم سعيد دعيد ميلاديك اوه ني حلو اوه جب اوركستر من الكونسرفاتور وناس من من كرال الابرة حاجة يعني كانت متكلفة سيبكم الفلوس مقصدش كده يعني اوركستر كبير واصوات جميلة وكده فبرضو لقيت رد فعل على الاغنية دي اللي هو الناس بفاكرة برضو ان هي اغنية جديدة من ضمن الاغاني بتاعها المهم ما تصدقيش جيت ستة وتمانين لقيت جفنوه وعلم الغزل وكان مودي الامام وقتها هو وحسين الامام عاملين لي فرقة بنغني في الحفلات يعني وكده مع بعض فقلت المودي انا عايزك توزعلي جفنوه وعلم الغزل وقتها مودي ما كانش مقال قوي للربعتون البياتي والسيكة والراست والحاجات كان لسه كان لسه وقتها المأمات دي لسه متحفظ على غير دلوقتي دلوقتي بتلاقي على مأم او اتنين حاجة زي كده لا دلوقتي خلاص بقى بيحب الشارع وبيوزع هو ساعتها قعد لا مش على يعني بتكلم على المزيكة حاليا يعني المزيكة حاليا الالحان يعني دلوقتي بيلعبه ممكن على مأمين وعنده حاجة كمان وخلاص مصلا اه كان يعني فكرة الربعتون ما كانش عند مفل الموزعين يعني معظم الموزعين هتلقيهم ميالين للخواجه اكتر تمام والمأمات الشرقية اللي فيها ربعتون او او ثلاثة اربع يعني احنا بنقول ربعتون عشان هو ربع بيزيد كده مش مش وقت شرحه يعني عشان ما انا لسه كنت اقولك عشان اللي بيتفرج علينا ومش حفهم يعني برضه ربعتون يعني فعشان ما ما يتهوش مننا قوي يعني انت لو قلت مثلا تا تا بينهم تا 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 تي تا تا انت قلت تا تا يبقى انت قلت النغمة لما تقول تا 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 يبقى انت قلت في النص النغمة اللي في النص دي نص تول لكن لو قلت تا 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 تروحت زودت ربع زيادة مفهوح على هي اصلها شرحها كمان مش مش هتنفع بالصوت قوي يا جماعة تعالوا يعني خدوا درس عند استاذ علي يعني اسمعوا اسمعوا مني بنا خليك لا انا مش بداي انا عزين الناس عشان هو الموضوع عصد ودرقتي المزيكة دي بتتعمل بيفهم انها بتتعمل في المطبخ ويطلعونها اغاني وتطلع ترنت. والله المهم صعب. والله المهم صعب بجد يعني. يعني. مش عايزين نرى بايت. فكمل لنا. فانت قلت المودي. فهو بقى فيه يا حبيبي يا حبيبي بقى بياتي. بقى مقام شرقي جدا فيه تلات ربعتون او اللي بنسميه الربعتون ده. وهو مش عايز كده. يا مودي وسكنين جنب بعض. في نفس العمارة. كانت عمارة في جاردن سيتي. لسه هو هو بيه والحد دلاتي في جاردن سيتي او المكتب. ايوه ايوه. كنا سكنين فيه هنا ومودي الامام. وعمر خيرت. وعصام عبدالله اللي كتب اغنية فقل بالليل. ده يله عمارة الحلوة دي. ومدحة السباعي المخرج. والجمال عبد الحميد المخرج. ويعني كل للعمارة بكرة. أنا نفسي مخدتش باللي متعلمنك دال وقت. يا فاظل في عمر خيرت. مكتب هم هناك يعني. تمام. فالمهم في اا اا دايما شاقت لنا البواب مفتوحة على بعض. مم. نوعد مع بعض عنده وعندي بتاعمى فمرة واحنا قاعدين عنده قد تلقول. قاعد هو عالبيانو وهو طول الوقت بيتمرن. طول الوقت بيلعب. فرح قيل بام 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 رحت اقل له جفنه على مال. وفضل ماشي معي لغاية ما جينا عن البياتي. اللي هي المفروض انه دي الحتة اللي هو يعني مش حبيبها قوي. لقيته اعمال يحط هارموني ويلعب يلعب يلعب لغاية ما قال لي انا هعمل للقناة. كان بتقول لي الحتة البيت يا رايز افتكر معي. ده ارتجال صعب جدا. ارتجال عايز اه تلات سنين اتمرن اه حاجة فعلا يعني ميش. اه. لغاية ما اوفق وقال لي خلاص انا هوزعها. وراح موزعها ب اوركستر كبير برضو جاب اه اه العظيم منير ناصر الدين كتاب له النوت الموسيقية وجبنا الاوركستر. وتلعبت القناة دي تلات مرات. كل مرة نقعد نسمع نتخانق انا ومودي الامام. ويقول لي يا اش فاهمك في الهارموني وانا اقولهش فاهمك في الشرقي وخناقات قوية جدا بصحبية اه بس بنتخاني على ان في المناطق لسه ما تزبطتش زي ما هو عايز وزي ما نعايز لغاية ما وصلنا اخر تسجيل استلافنا من عم جاد البواب خمسمائة جنيه للموسقيين لانا ما كانتش خلاص معانا فلوس. ده بجد? ايوة ايوة احنا طول عمرنا بنشتغل انا ومودي الامام كده من يعني رزقي بيجيلنا من حفلة من تتر مسلسل من مش عارف ايه. وعشان كده ربنا مبارك. والحمد الله طلعت حلوة. فبقولك التجارب دي بعدها برضو بسنتين ثلاثة كان ياسر عبد الرحمن بيعمل لي البوم كاتبه سيد حجابس متجيش نايش. لو في صمرة وبعدون. ده كان نقلة ده يا اشاز علي. يعني ده كان يعني. كان قابلو في نقلة اكبر شوية انا كنت ايدك. اه طبعا. لا انا كنت ايدك طبعا. بس انا بكلمك على المراحل اللي حصل فيها اغاني قديمة. اعملت لها توزيع جديد. فجي اه اه كان في وسط الاغاني اللي بتتعامل اغنية بتقول يا مصري ليه دنياك لخبيط والغلب محيط. يا مصري ليه دنياك لخبيط والغلب محيط. والعنكبوت عشش على الحيت وسرح على الغيت. يا مصري قوم هشل وطويت. كيفاك طبليت. صعبة الحياة والحل بسيط. حبيت تخطيت. فتحت باب استيرادك. وصرفت فقدع في ارادك. حلل الخواجه استكرادك سابك بتقرف اورادك. وده اشتك ونزلت شفيت. يا مصري ليه دنياك لخبيط. والغلب محيط. والعنكبوت عشش على الحيت وسرحة. اربع كوبلهات بيقول. طبعا. يعني سايد حجاب كاتب فيها. ازمات من الاجتماعية. الله يرحمه. الله يرحمه. وياسر يعني لقينا يا مصري جيد واناك لخبيط. ينفع تتغنى جنبها اهو ده اللي صار ودي اللي كان ملكش حقتلو معنا. طبعا. 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 فاتسايد دروي شو بديع خيري. ف. انا عندي الالبوم ده يا استاذ علي والله. والله. شرايت طبعا. اه عندي شرايت طبعا. هو بعد كده عملو سي دي. يعني. المهم يعني. راحنا حطناها توسط الالبوم تجيش نايش. طبعا. يعني زي ما بيقولو او الخطاف كان صمرة وبعيوم كحيه لو اتصورت وتشهرت وبتاع وكده. كان معايا الموسلة الكبيرة داليا البحالي اول مرة ليها. وآآ كانت هي الموديل اللي في الكليب يعني. اه طبعا. الفاكرين طبعا. والاغنية انتشرت جدا. والالبوم انتشر جدا. فآآآ التوزيع اللي عمله عبد الرحمن لاغنية سايد درويش او ده اللي صار. آآآ وداها في سكة معصرة جدا وقتها. وفي نفس الوقت ما كانش سايد درويش بيتسمع كتير لسه. كان هي هدوب مسلا سعاد محمد مغنية انا هويته انتهيت. فيروز غنت الحلوة دي مسلا وزروني كل سنة مرة. وبعدين فضل بقى ايمان البحر درويش الحقيقة برضو انا اسف ان انا برغ كتير وبتنقل. لا 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 براحتك يا سعاد. بس ايمان اقدم في اول الالبوم كل اغاني سايد درويش الصغيرة الاقاعية اللي فيها شكل جديد ومختلف خالص عن حتى اللي كنا بنعمله وقتها. هم. فراح معرف الناس من جديد بقى الشباب اللي حبوا الالبوم قوي. وقتها. قال لك سايد درويش طب نجيب بقى فشافوا بقى عارفوا يطلعوا كل سايد درويش القديم. هم. اللي ما كانش ظاهر في الازعال المصرية. هم. في يعني المهم يعني عشان احبيت بس اقول فضل ايمان البحر في الموضوع ده. اه نرجع تاني للموضوع. لقيت انه عمالة بتتكرر حكاية بعد برضو سنتين تلاتة. لقيت الاستاذ محمد الموجي رضي يديني اه حانة الاخضار اللي كان مديها لاما كلسوم. هم. في فيلم الرابعة العدوية. هم. الراجل يوافق بعد ما يدي لاما كلسوم اغنية يديها لشاب صغير لسه. دي دي شهدة كبيرة. هو خلينا يحيا الموجي. موسيقار كبير يحيا الموجي. طبعا. راح موزعها توزيع حلو جدا جدا. طبعا لحنا ابوه. كان حريص جدا جدا على ان اللحنة مايتأسرش مايتغيرش. بس في نفس الوقت هو تناول الحكاية موسيقيا بشكل اللي خلاني بعدت خلص عن تقليد اه اه امو كونسوم يعني. فمنه من واحد وتمانين لما جربت تجربة اه اه داري العيون. ثم التجارب فضلت تزيد كده. رحت للوزير فاروق حسني وقتها وزير الثقافة. مم. قلت له انا في مشروع عندي اسمه ميت سنة غنى عايز عيد. ده سنة كم بقى? اقول مسلا الفين واتنين. يعني حاجة كده. كان بقى الحكاية استوت معها. ده بقى اللي انا كنت اقصده لما انا قلت ايه قريط الخبر. لكن هو طبعا نعرف ان المشروع اقدم من كده. اقدم من كده. لكن انا كان معايا دايما فلوس تكفي اغنية. موسيقى لكن ان انا اعمل مشروع في مجموعة من الحفلات او مجموعة من الالبومات تكفي من من محمد عثمان في القرن التسعتاشر لغاية بليغ حمدي. مم. مادين ما اقدرش اعمل كده. مم. لازم دولة. مم. او حد بقى رجل اعمال كبير مهتم بال بالثقافة والفنون يعني. مم. فلقيت انه الدولة ا امان لي. مم. والله والله انت ما انت ما عندكش فكرة. انا بيتعرض علي انا مشروع ميت سنة او انا ده من بدري على فكرة. اعمله في دول العربية. وانا ما عنديش مانع بس انا عايز اعمل التراث بلدي في بلدي الاول. مم. فكتير كتير مساكت نفسية يعني يعني عن انه لغاية ما حصل ان الوزيرة ااااا. يعني انت جالك عروض فعلا. وقتها ممكن تعمله بقى خارج. من بر مصر. تمام. بر مصر. تمام. يعني انا يعني انا ساعدة دماغي بتقفل كده على حاجات معينة. مفهوم. بفتكر ان هي الصحة وان ما ممكن تبقى مش صحة. يعني يا الله اعلم. تمام. فالمهم. وزيرة بتقول. اه الوزيرة دكتورة نيفيني الكلاني بعتت لي. احنا بتتكلم بقى مؤخرا. مؤخرا بقى خالص اللي هو اقول من ست شهور ولا حاجة. اه لقيت مدير مكتبها بيكلمني. الوزيرة عايزة تقابل حضرتك بكرة. بمنتهى الادب يعني. فقالت له انا بكرة مسافر كنت مسافر فعلا تاني يوم. فقال لي طب ممكن اكلم حضرتك بعد خمس دقيق. قلت لقى اتفضل. بعد خمس دقيق كلمني. قال لي ممكن النهاردة. قلت لقى. خدنا معادة. الساعة كام قال لي اربعة. كان الكلام ده الصبح يعني. رحت لها قبلتني مقابلة عظيمة جدا. ست محترمة وشيك. اه ست محترمة جدا. وزوق جدا. ويعني حتى مرديتش تقعد على مكتبها يعني. هيك لقت على نقعد هنا. وروحنا قعدين في سالون كده جوه المكتب. وتكلمنا في انه شرحت لها تاني. المشروع ده. اه اهميته. ايه? وان انا مقدرش اعمله. لوحدي لازم الدولة يعني. فقالت لي انا بعتلك عشان الدولة عايزة تعمل لك المشروع. وآآ جابت مصور وآآ صورت القعدة دي. ونزلت بوست تاني يوم على السوشيل ميديا. كل الناس بدأت تتكلم وجراء التنقلته والمواقع وكده. ولقيت محمد الحلو بيكلمني. الف مبروك انا معاك بقى. ازاي ما انت عاي ان شاء الله غني اغنية. وبعده بيومين ولا حاجة محمد سروا تكلمني. الجيل بتاعنا بقى. رحوا تكلمني انا انا معاك يعني آآ آآ في في اول حاجة هتعملها وكده. تمام. ولما جيت يوم اتحددولي بقى بعد ما تحددت موعيد كتير على فكرة اربع موعيد كل شوية تتحدد وتتلغي. وتتحدد وتتلغي وانا مش عارف ايه الاسباب. موعيد اقامة. اقامة الحفلة اول حفلة بقى. آآ آآ. وبدأ تكلف موزعين بتوزيع اللي حاجاته هشتغل. والحقيقة يعني حتى التوزيعات. آآ آآ الأوبرا او ميزانية الأوبرا قالوا احنا ما نقدرش نتحمل. مم. فلوس اوركستر وكورالات. وآآ وكمان الموزعين احنا مش هندفع. انت عايز تجيب موزعين عشان تعمل حاجة معاصرة. مم. انت حر. هات انت الموزعين على حسابك. ودفعت تقريبا يعني نص الميزانية او قد نص الميزانية اللي الأوبرا دفعتها لأول حفلة يعني. وانا ما عنديش مانع ان انا آآ شوية اتحمل العبء المادي. اصاد ان المشروع يطلع. يظهر للنور. بعد كده انا عارف انه آآ يعني الامور هتتسهل اكتر يعني. يعني الحفلة اللي فاتت دي جابت اراد للأوبرا اكتر ما هم كانوا متوقعين. هي الحفلة كاتفول انا سامع مش سامع يعني هم كان الناس كمان مش يعني زيادة العدد كان زيادة. ده كانوا عاديين تحت. اه. يعني الكراسي الممرات اتسدت ويعني كانت حاجة يعني الحمد لله نجحة جدا. فهم دلوقتي عارفوا ان انا حفلاتي ممكن تجيب لهم فلوس اكتر من اللي دفعوها. هم. فممكن يتحملوا معي حكاية الموزعين. لانه كل الاجور كمان غير يتقود الوقتي. هم. يعني الموسيقي اللي كان آآ مسلا بياخد في الحفلة خمس تلاف جنيه دلوقتي خمستاشر آآ الف وعشرين آآ. اللي هو ميزانية اغنية زيادة. اصلا. اه اصلا على رأي حضرتك يعني. فالمهم آآ 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 موافقتها على على المشروع خلت ادت طبعا اردر لدكتور خالد داغر رئيس داري الاوبرا. وآآ آآ قعدنا اعدات كتير مرة عندي في الستوديو مرة آآ او مرتين عنده في المكتب. لغاية ما وصلنا للصيغة دي اللي هي آآ هنعمل الحفلة يوم كزا. ويقرب يوم كزا يكلموني يقولوا لي معلش آآ هنأجل. معلش مش هينفع. مع كده. حاجات كده لغاية ما آآ هو طبعا المسرح بيبقى له موعيد مع فرق اجنبية بتيجي من برة ومع فرق من الداري الاوبرا نفسها آآ في في خمس فرق في داري الاوبرا. يعني غير الاركستر السيمفوني وغير وفرقة الانشاد الديني وفرقة الموسيقى العربية والفرقة القومية يعني. فبيبقى لهم برضو هم كمان لانهم موظفين بيقبضوا مرتبات فلازم يشتغلوا في موعيد معينة. فبقيت الحكاية يعني ايه عمال الموعيد تتغير. وانا الحقيقة بقيت يعني مش عارفة هشتكل مين يعني بقيت هشتكل ربنا. خلاص انه ليه يا جماعة انتم مش عايزين نعمل المشروع الوزيرة هي اللي طلبت تقابلني انا ما ما كلمتهاش ولا طلبت ان انا آآ انا مش فهم دي يا استاذ عايي يعني مين انتحدك عادت مع الوزيرة يعني آآ آآ وخلاص وقالت اللي هنعين لك واحد ده باللفز. هنعين لك واحد يبقى مسك لك الاداريات مع دكتور خالد داغر والفرق الموسقية والاجور والحاجات دي. وبعدين المسألة طولت في الموعيد مش رادية تيجي. وفجأة بقعد القعدتين دول مع دكتور خالد داغر. والمسائل بيبقى فيها ان انا هتحمل فلوس من جيبي. يعني مش مش هعمل الحفلة اخد فلوس. عادة المطرب لما بيعمل اي حفلة بياخد فلوس. فلقيت نفسي هدفع من جيبي تقريبا قد نص الميزانية للأبرى عملهالي للأوركستر والكورالات وكده. بعدين بصيت لقيت انه المشروع انا دخله بشكل مختلف مش مطرب وفرقة. في مخرج. المخرج الكبير عصام السيد مخرج مسرحي كبير ومهم جدا. انا اشتغلت معه كتير في احتفالات اكتوبر ومسرحيات عملناها في افتاح المسرح القومي في الفين وخمستاشر بعد ترميمه. واشتغلت معه كازا حاجة مخرج مهم يعني. لقينا انه انه الفكرة احنا هنقدم الملحن اللي هنتكلم عنه. ويبقى فيه سيناريو مكتوب. وشاشات عرض. للقاءات سواء لي او ناس بتتكلم عنه. وممثلين بيعرفوا الناس في وسط ما هم بيسمعوا الاغانية. بيعرفوا الناس كل اغنية كان الظرف التاريخي لمصر وقتها عمل ازاي. وهو عمل الاغنية دي ليه وتعرف بالشعر ده ازاي. ويعني فكمان بحيث ان انت تبقى كأنه صغير نسبة التمثيل فيه عشرين في المئة. بس بتعرف الناس كل شوية. فيه ستوري. فيه ستوري ورا كل. بالزبط. تعرف الناس بزروف كل اغنية وحاجات. حلو ده. خافية على الناس يعني عن تاريخ هذا الملحن يعني او تاريخ مصر على الفترات الزمنية دي. فكمان دي ميزانية تانية. فين وفين لغاية ما قدرنا بعد يعني تعب كتير جدا نوصل مع اه داري او دكتور خالد داغر. لاننا نطلع كمان فلوس للمخرج. وللسيناريست ايمن الحكيم. هو اللي كتب التاريخ يعني والسيناريو. ويوسف اسماعيل وعلي كمال وكما موصلين. هم عسام السيدة عمل حاجة لطيفة جدا. زي عواجز الفرح كده اللي بيبقوا قاعدين ينموا. فاو لو شفت لو فاكر اه اه المابيت شو. كان بيبقى فيه اتنين عواجزة قاعدين في. ايوه. يبقى يتكلموا طول الوقت عن الاحداث اللي بتحصل على المسرح قدامهم. اه. فهو خلاهم طول الوقت بيتكلمه قوله شوف عبدالوهاب ساعة اغنية كزا قال ايه فنشوف عبدالوهاب بيتكلم فعلا فيديو. اه. او فلان مسلا فؤاد المهندس وهو بيقول اناوات خطير اه اتعملت ازاي. ايوه. وعبدالوهاب الناس متعرفش كده. عبدالوهاب جاله الستوديو وقف له بقى يرقص له في حتة معينة من لسان او عن لسان فؤاد المهندس بيحكي كده. اه. فالحاجات دي لطيفة جدا. اه ان هي الناس برضو تشوفها اثناء ما هي بتسمع الغنى. وخلاص بقينا حنمشي على النسق ده. ان كل حفلة هتتعامل. لازم نعرف الناس دراميا يعني بالتاريخ بالالغاني دي مصر كتشكلها عمل ازاي ظروفها الاجتماعية. اه. ظروف الملحن نفسه في كل اغنية. فلاقينا الشكل ده. اه. حيوصل الحكاية للناس بشكل فيه اه. يعني غينة اكتر شوية. وحددولي الحقيقة يعني انا بحرق الموضوع ده وما وطوش قبل كده. حددولي الحفلة التانية. احرق عندنا عادي. انا متطمن يعني. حفلة تانية يوم 28 ابريل بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. 28 ابريل ده انا انت سابقتين اصلا كنت هسألك اللي جاي. يعني على اللي جاي. ايو. حددولي تانية حفلة يوم 28 ابريل. هو طبعا بيبقى شرط دايما ان فيه يوم قبله نستلم المسرح. ان ده اللي بيتبني فيه الديكور. بتتركب فيه الشاشات. الاضاقة. البروفي بنعمل البروفات الموسيقية في قاعات لوحدنا. والممثلين مع المخرج بيعملوا البروفات بتاعتهم لوحدهم في قاعات تانية. بنيجي يوم جنرال لنجتمع احنا اللي اتنين. نركب بقى امتى الدراما بتتقال بعد ان هي اغنية ثم المايسترو يدخل بالاغنية اللي بعدها امتى بعد ما فلان يقول كلمته على الفيديو. الشاشات اللي معروضة. يعني تركيبة اه على بعضها محتاجين فيها دايما يوم قبل يوم الحفلة. طب هو هو السوز علي هو المفروض بقى كام حفلة. هل يوم عدد مع معين ولا انا عرف انهم ممكن يبقوا بلا يعني. زي ما يطلقوا. يعني انا على حسب. انت بتكلم على تاريخ تاريخ مليان. تاريخ مليان. اه. اه. يعني. بس انت مش محدد لهم في في الخطة بتاعتك او المشروع بتاعك. يعني. ميت سنة غونة ميت حفلة مسلا. لا ما قلت لهمش كام حفلة وهم عارفين ان المشروع مفتوح. يعني حتى دكتور خالد داغر لما كتب الصيغة بتاعت الموافقة على العرض اللي هي تعتبر عقد بيني وبينه يعني بيني وبين دار الأوبرا ووزارة الثقافة قال. اولى حفلات. مشروع ميت سنة غونة. اذا هي مفتوحة. طب. انا عايز اقفينها. انا عايز اقفينها. عايز تقول حاجة مهمة ولا اقول. لا لا يعني هم فاهمين انه دي. لغاية ما موت. انا هفضل عمل الحكاية دي. انا بقى لي. بقى هو من من كام وعشرين سنة. اه 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 بجري ورا الحكاية. نفسي تتعامل. فلما تتعامل. حمسك فيها بيدا واسنين. اه واكتر بقى. لان هو حلم انتولت لي من واحد وثمانين. اه لكن. بداية الكلام عنه كده اللي هو من. الفين وثين. اه ساعة ما قدمتها للوزير فروق حسني. اه. بنا دي كتولت العمر والصحة. بنا. معلش تكلمت كتير في المشروع. لا لا ده انا انا هنا عشان اسم حضرتك والناس تسمعك. انت. يعني اقولها لك ازاي ارتحت. هديت شوية لما مشروع ميت سنة هنا آآ بدأ او خرج للنور. لان احنا عارفين الحاجات اللي كانت حوالين هذا المشروع. حاجات كتير اتقالت وكان في آآ يعني آآ في مشروع آخر لآآ. خلالهم بنسمعهم كلهم زمايل واخوات زي ما حضرتك قلت. بس. الافكار. بتتشابه. لكن هو التناول هو اللي بي. يعني ممكن تبقى الافكار تقريبا واحدة. بس التناول هو دايما اللي بيختلف. فده بالتزامن برضو مع آآ مجموعة برضو من الحفلات بيقدمها لأستاذ متحة صالح و و و و وحفلات اخرى مشابهة لزملاء آآ آآ آخرين يعني. فانت دلوقتي آآ يعني الموضوع بالنسبة لك انت راضي ان المشروع بتدى يخرج للنور بس بسألك عن احساسك الداخلي. يعني كويس انك سألتني السؤال ده لانه انا راضي عن النتيجة اللي حصلت وقتها. ان الناس قد كده مهتمة. لان انا كنت خايف يقولوا ايه ده هيغنيلنا قديمة. آآ فالناس ما تروحش. الناس بتجيلي عشان تسمع صم رابعون كحيلة وعرفة وغويش وآآ زي قاب الجبل. يعني الناس بآآ بتيجي تسمع اغنية. جمهوري من اول ما بدأت حياتي. تسمع اغنية وبالكتير بغني في الوسط مثلا. ايه تطلب مني جفنه عالم الغزل. هم. تطلب مني داري العيون. حاجات كده. لكن اللي كان ما خوفني انه الناس هتيجي عشان حفلة كلها غنى قديمة. فلاقيت لا الاقبال حلو جدا جدا. حصل طبعا لان اول حفلة وما الحقناش نعمل بروفات كفاية. يعني كل اغنية عملنا عليها نص بروفة. اللي هي في اخطاق عما لا تحصل سواء في السرعات او في الزمن بين اللي انا حفزه واللي المااسترو كاتب من المااسترو هشام جابرهول اللي عمل توزيعات عمل توزيعات جميلة. فما بنلحقش. يعني كل ما نيجي عشان عايزين نوقف نعيد الاغنية من تاني لغاية ما تزبط قوي. يبقى فيه لان كنت مختار معايا مطربين تانيين. محمد الحلم. كان ضيف شرف. آآ آآ قرر ان هو يغني اغنية لا مش انا اللابكي. آآ الموضوع كله عبدالوهاب طبعا. اللي في سنة نسمعها منه. صح حصلش نصية. ما يعني حصل حاجة. يعني يعني مش عايزين يعني مش مش موضوع. يعني هو محمد والله هو اللي كلمني. انا بس لما تحددتلي. لا انتو انتو زملاء عمري يعني انت حاجة بتتكلم عنه كأخ وصديق وزميل عمره هو نفس الشيء طبعا. آآ هو بس كل حكاية انه هو ما حصلش نصيب. انا يعني. انا مفيش مرة كتبت عنه اي بوست. آآ إلا بقول مطرب المطربين محمد الحلم. محمد. لا هو هو بيعتز جدا. وكمان العمر بقى والعشرة وجران حتى في السكن. يعني حاجات كتير. يعني نعرف بعضه. احنا عندنا تسلحتاشر عشرين سنة. عمر طويل جدا. فالمهم يعني انه. كنت بتكلم على ضيوف الشرف. على ضيوف الشرف كان محمد الحلو طبعا. وكان هو في صدارة الاعلانات والبوستر وكده. آآ مطرب احمد عفت ده مطرب جميل جدا. عارف طبعا آآ مطرب صوته. ما شاء الله. ما شاء الله بجد يعني. والمطربة نهاية فاتحي. غنت لنجاة الصغيرة. آآ لو تعرف. آآ المطربة اسماء كمال غنت آآ غدا نالقاك لمكلسوم. آآ جي ميدو عادل آآ يغني آآ 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 خطير لان هي آآ آآ كان ينفع ممثل صوته حلو يغني. لسه حقولك آآ هي فيها شاة وان. آآ 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 آآ. ففا يعني ما كانتش هيدفع هيينفع عن مطرب كده آآ 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 يطلع يقولها آآ وحيقولها بقى بطرب وكده هي عايزة تشخيص عايزة تمثيل. آآ عمالة حلو قوي ميدو. ففا فا فا قولك كنت ما بالحقش عمل بروفات الأغاني لأنه أصل فيه فلان جاي أصل فيه فلانة جاي أصل هنبقى البروفال اللي جاي نصلح وما بيحصلش للآخر الحقيقة فكان فيه شوية حاجات كمان وفي السرعات بتاعة الأغاني في الحفلة لكن مش كل ده تلاحز في في الجمهور اللي قاعدين على فكرة هو المشكلة حصلت في لما لما قناة الحياة زعت انه اللي على الهواء اللي حيزيع الحفلة المفروض الحفلة ما بتزعش هوا بالزبط معنا بيستنوا ساعة وبعدين يزيعوا وكأنه هوا فالساعة دي راحوا قصين كل الدراما والشاشات وكل ما يتعلق بالفكرة أصلا اللي الناس تعبت فيها سيناريست كتب ايمن الحكيم مخرج عصام السيد ياسر شعلان اضاءة وشاشات محمد غربوي ديكور رقصين ورقصات ورجوة عملت التصميمات يعني الناس كتير تابت ممثلين يوسف اسماعيل وعلي كمال وحفظوه وبنكنان يعني الجزء ده وقع في الازاعة يعني لا قصوه قصوه هم متعودين بقى لهم من ساعة من ثلاث سنين بدأوا يزيعوا حفلات الأبرة على الهواء اه اتعودوا ان هما في الساعة يعني اللي هي هتبقى هوا بعد كده يعني الساعة الفراغ دي يخلوا مثلا انا حقول مثلا في ال بين أغنية والتانية لقيتك قاعد فبقول مثلا اه صديقي وحبيبي يا الصحفي يا الشهير فلان الفلاني موجود وانحيي بيقصوا الكلام ده اتعودوا اي حاجة بره الأغنية يبدأوا دايما من أول الأغنية لغاية أخيرها مفهوم وبعدين ثواني والأغنية اللي بعدها مفيش اي كلام يتقال فاللي بيعمل كده اللي بيعمل المونتاج ده في الستوديو مش هو يعني ما كانش واحد من السبع اللي جم يوم الجنرال اللي اتفرجوا عشان يعرفوا الموضوع ايه والسبع اللي موجودين يوم الجنرال بما فيهم المخرج او المصورين او المسؤول عن الحكاية دي ما عملش تليفون للرجل اللي هيعمل الهوى او هيعمل المونتاج يقول له خلي بالك دي مش حفلة عادية ده فيها كذا وكذا ما تقصش فوهو بيقص كمان رح فاصل الصوت عن الصورة فبقى الناس بتتفرج على حفلة مهلهلة لا الدراما اتعملت وكل الناس اللي تعبت دي دراما مجهودهم في الهوى كمان اللي بقى السينك مش مظبوط الصوت مش مع الصورة فنزلت سوشيال ميديا فورا بعد الحفلة بعد ازعت الحفلة بساعات فبقى بقى سمعة الحفلة مش هي الحفلة اللي الناس شافتها وهي قاعدة في الصالة فالاخطاء دي انا هتلافاها طبعا في المرة الجاية انا كلمت انا سيقول لك اه كلمت يا استاذ محمود التوني رئيس شبكة قنوات الحياة قلت له يا استاذ محمود اللي حصل كذا 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 وده المسؤول عن الحكاية دي لازم يتعقر ما ينفعش ان المسألة اتعدي كده ده تشويه لصورتي والشكل الموضوع اللي عملناه ومجهود الناس فانا حظي كويس ان انا خدت كاميراتي معايا فهعمل لك منتاج وهزبط لك الصوت على الصورة وهعمل لك منتاج بالدراما بزي ما احنا عملنا الحفلة وهجب لك الحفلة تزعالي من فضلك زي ما احنا عملناها فقال لي والله انا ما يهمنيش حاجة غير زعلك انا مش عايزك تزعل كان يعني كلامه محترم جيد ده الناس بتقدارك او استاذ علي يعني راجل خطأ يعني اكيد مش مش مقصود قال لي كده اه ما هو طبعا هو مش مقصود بس هو يعني الحد ممكن اللي كان مسؤول عن القصة دي يمكن زي ما انت احدك بتقول يمكن بخدش خبر بيعمل اللي هو اتعود عليه انه بيخلي حكاية غاني بس فوعدني قال لي لما تجيب لي الحفلة هعمل لك حتى بروموهات تنويهات قبلها بيومين ولا حاجة اقول اعادة الحفلة يوم كذا فشكرته وقعدين بقى بنعمل منتاج انا واثنين مهندسين صوت بحيث انه تكتمل الحفلة زي ما بالزبط رسمنا لها يعني وكده وحواد ديره الحفلة زي ما هي بشكلها الحقيقي وان شاء الله تنزل برضو سوشيال ميدا بشكلها وهو مصبوط بقى يعني استاذ علي انت يعني مشوار كبير وطويل لغنى طبعا وايضا كممثل ممثل دراما وسينما تلفزيون يعني وسينما ومسرح اعتقد كمان اذا كنتش غلطان انت عدد المسرحات عدت تلاتين مسرحي تلاتة وتلاتين مسرحي تلاتة وتلاتين مسرحي واللي بعملها دلوقتي بعمل بروفاتها اربعة وتلاتين المعادلاتي في الاربعة وتلاتين يعني بنعمل بروفات في المسرح القومي لرواية اسمها مش روميو جوليت تمام رواية لطيفة جدا وكل كست بيغني كلنا مفيش ولا واحد ما بيغنيش والدراما فيها اقلب كتير من التمثيل اقصد اقل من الغنى يعني فالناس هتفرج على حاجة برضو جديدة دلوقتي لانما زمان سيد درويش كان بيعملت شهرة زادوا العشرة طيبة كان مسرحيات ميوزكا الكتير وسلام حجازي والرحبانية عملوا مسرحيات ميوزكا الكتير فبس بقلنا سنين طويلة ما تعملتش حاجة مسقية استعراضية يعني فدي برضو هتبقى يعني ان شاء الله هنفتح بعد رمضان هتعزمني يا انها ربيض شرف كبير استاذ انا بالكلام على كل ده هي نقطة بس بوضحها وبقولها عشان اللي ما ياخدش باله منها هياخد باله يعني خصوصا زي ما احنا قلنا الناس يعني الاجيال اللي هي الجديدة يعني وانا لا عايز اكبر نفسي انا كبرك بس يعني لا يعني 33 مسرحية ما تصورتش منهم غير مسرحية ولا اثنين اه انت شهدت مسرحات كده وكده يعني الوصصة في القلب دي هيجيبه انغامه علي الحجار وسامي المغاوري واحنا رزق تاني ازاي من اشهر الحاجات مع الفنان انغام كمان وعملنا قبلها اللهم اجعله خير بتاعت لنين الرملي ومحسن حلمي كانت مليانة كست كبير يعني السيزة عبد الرحمن ابو ظهرة السيزة عشرف عبد الغفور مادام رانيا فريد شوئي سامي المغاوري لطفي لبيب كست كبير محمد رزق كان معانا فيها برضو كل الحاجات دي ما تصورتش للاسف يعني فدي بس انا بقولها كده كنقطة توضحية السيزة علي انتب انتب يعني انت بطل التتريد بص انا عمالة بجزة انت يعني بطل بطل بحس محدش عارف يغلبك فيها ناس كتير خلنه اغاني كتير واغاني نكحة جدا وعظيمة جدا بس تظل انت الهيرو الله يخلي بتاع الحتة دي لا تركبني الزنوب اه استنى بس عشان انا ده الانبرح حتى كمان ما تديني حتة طب قبل اما اسألك السؤال بتاعي الحتة اللي انا بكيت على الانبرح ماشي عمال اسمع فاغانيك في العربية فالتتري بتاع مسلسل ابو العيلة البشري انت قلتلنا في الاستراحة اه انت بتقولهم ان احنا مني استراحة ماشي ما علينا عشان نبقى ان احنا مكملين بس حتة كده قبل ما ايه ما هقولك انا اكمل حتة البطولة بتاعت التتريت دي حاضر احنا نقولها كمان عشان صديقنا المشترك قوسامال خولي اه انت دايما بتوصفه بالصدق يعني فأخويا الصادق افتكرت انت ما تبنعوش الصادقين عن صدقهم عشان ما تبنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا يمشوا ويتكابلوا ويتوهوا او يوصلوا وزا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونؤذن الأفعال يمكن اذا صدقنا نمشي في صفهم ما تبنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم الله يا أستاذ علي الله 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 من أجمل ما كتب عبد الرحمن الأبنودي ولحن عمار الشريعي تشتغلت مع أستاذ عمار كتير 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 قوي هو ده متالي أغلب شغلك كم معي يمكن أكتر حد الحندي عمار عمارت معي يمكن فوق 800 أغنية الناس مش هتعرف ليه 800 لأنه عشان فيه متهائل انسرتات كتير يعني اللي هي بيسموها الأغاني الداخلية الأغاني الداخلية اللي بتعلق على على الأحداث يعني فمعظم المسلسلات اللي عملناها سوا بيبقى فيها جوة دقيقة ونص دقتين دقيقة كده بس محسوبة هنا لأنه ده شعر كتبها وملحن لحنها وموسيقين عزفوها ومهندس صوت وستوديوهات وكرال ويعني فهي أغاني هي أغنية أكتر عمل كان فيه الأغاني الداخلية دي كان إيه لو تفتكت كان الأيام وحدائق الشيطان الأيام تحسين أه ومن الجزء التاني من الجزء التاني لا لا أبو بقوبة الحلق أغاني كان عمار الشريعي كان أغاني من الجزء التاني للرابع أو الخامس كان أغاني الشريعي برضو عملنا فيه يمكن حاجة وخمسين اغنية في الاجزاء الفضلة كلها حداق الشيطان برضو حاجة واربعين اغنية الايام وصلة لسبعين اغنية بيانة والكورالات اللي كانت بتعلق على الاحداث كمان الايام كان فيه ميزة حلوة جدا مزدين الحقيقة انه فيه جزء طاحسن وهو في الصعيد فبغني صعيدي والجزء لما راح فرنسا وخد رسالة الدكتوراه والغنى وكان فيه حاجات يعني الايام ده اول محطة بالنسبة لي اغير فيها طريق غنية تماما كان سيد حجاب هما بداية هما لقوا ساعات باتوه في الاسمين التلاتة البداية سيد حجاب شوية كده وبعدين 82 كان الاستاذ الابنودي في مسلسل عبدالله النديم وراه 84 ابو العيل البشر ما تمنعوش الصديقين عن صدقهم واللي كان فيها بقى المؤة الزلمؤة كان فيه يعني تنامو عجيب جدا ومثلا اختي بتتجوز فاقول للعريس قلبي عليك يا ابو الشباب يا صغير بعد الهناب سنة يعني كان فيها تناموات حلوة او يا ابو العيل البشر جزء الاولاني جزء تاني انا مش تغلتوش يعني مسألك كتير وانت عملتو الحاجات بس مش ملاحك يعني عملتو الحاجات كتير بس يعني ده بس اقولت الهقى النقص دي ممكن تغنيها دلوقتي لو كانوا مثلا شركة صوت القهيرم خدت اغاني المسلسل ونزلته في الابوم لو كانوا خدوا رأيه في ترتيب الاغاني او في نزول الاغاني على الشريط كان شريط وقتها كنت أقول لهم شيلوا بس الهقى المؤزلة عشان دي بتاعت موقف يعني هو الموقف الدرامي بيقول ان انا طالع واخد معي عم ابو العيل البشري شجعني وانا بغني في المكان طالع اغني اغنية محترمة فالناس بتحدفني بالاكل وبالطماطم والرقصة تدخل تقول الله يخرب بيتك هتودينا في ده هي ويروح الفرق عازفين الهقى المؤزلة مؤقى وقسمة انا ورعو كاشا كان قاصد انه الناس هتبقى بتسمع كده يعني الدنيا هتتغير لكده فخلى الابنودي كتب كده وعمار الشريعي لحن كده وده محمد فاضل يعني اللي اخرج كده فساعتها ما تكسفتش يعني كانت كل العوامل دي مساعدة انه ممكن جوه الدراما تقول اللي انت عايزه محمد فؤاد جوه الدراما قال كمانننا لكنه لو كان هيعملها في آلبوم لوحدها كانش هيقول كمانننا اكيد كان هيختار الحب الحقيقي الحاجات التانية اللي هو بيقولها فانت جوه عمل درامي سواء مسرحي او تليفزيوني او سينمائي يعني الاحداث قبل وبعد بتبقى هي اللي محوطة الموضوع اللي انت بتقوله وحتلاحز لو انت سمعت الأغنية تاني سمع بس من غير ما تتفرج على المشهد هتلاقي صوتي مكسوف شوية يعني مش بقولها بفجاجة الأغنية الشعبية اللي فيها كلام يعني غريب وبتاع يعني برضو مستحية طب وانا يا جوه استاذ علي هل هو النقطة دي لو نزلت النهاردة ما تكسرش الدنيا قص دي بقت مؤدبة قوي على اللي بيحصل اه لا انا عارف ان هو ده في اللي عداها طبعا يعني في اللي عداها بس يعني بكتير بكتير بس انا بحس الكلام ده كان 84 ولا 85 بس اقول لك على حاجة لحناها حلوة ايوة ايوة لحناها حلوة ايوة ايوة والابنودي كاتب الهوقت دي ليه والموقت دي ليه رايحين على فين وبيحصل ايه الابنودي طبعا لازم يحط سياسة في السكة برضو ايوة اه فلا يعني يعني الحاجات الدرامية اللي انا غنيتها اتعلمت منها كتير وخصوصا المسلسل للايام لان اول حاجة هغنيها ما انا مكنتش بقداخل اغني بالترتيب انا بغني بالترتيب بالمشاهد اللي الاستاذ يحي على علم ايها يا صورة على احمد زاكي فاول مشهد هغنيه عشان احمد زاكي هيسمع الاغنية وهو في السماعات هينزله الاغنية وهو صامت هيمثل اللي هو بانتومايب يعني هيمثل هو صامت فكان احمد حريص انه نغني الاول عشان لما ييجي يعمل المشهد الاغنية هي اللي تديله المشاعر والإحساس اللي هيمثل بيه هو صامت هو حضر معاك لأ لأ يعني في الستوديو لازم نكون مبعتين وبعت انهاله يعني المشهد الشيخ في الأزهر بيقوله ادخل يا أعمى انا بحاول افتكر معاك المشهد اه طه حسين كان أعمى فأول دخلة لي بقى في الأزهر على الشيخ بيقوله ادخل يا أعمى فجوا بيسمع انا مش عما يهو يا خلجي يا عميانين ده انا جلبي ما في أخوه لكن زماني ضنين انا لا نعاجز ضرير ولا كل من شاف بصير والله يا عمي الجلوب لقى خط بيدي المصير فأنا ده بقى بسمع بقى عمار أول مرة هغنيله شغله والصوزيحة العالمي قاعد وسيد حجابه ومهندس الصوتة فعايز بقى كل اللي اتعلمته من ابوية بقى من حلياته وزخارف وعرب وبتاع رح مطلعها في الأغنية رحوا موقفين تسجيل وجولي الاتنين وقلوا لي في الدراما الدراما اللي هي الحدث اللي هي القدوتة نفسها تمام في الدراما الترب ملوش لازمة شخص مثل المعنى لان المشهد بيقول كذا 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 فتعودت من ساعتا المسلسل اللي مش همثل فيه أعرف حكايته وكل أغنية انا هغنيها ايه المشاهد اللي قبلها واللي بعدها والأغنية ليه يعني يا إما من الشاعر لان الشاعر عشان يكتب الأغانية لازم يكون أرى السيناريو أو من المخرج أو من الملحن أو كده فاتعلمت انه هنا وساعت زمايلي المطربين اللي بيغنوا حلو يقول لي يا أخي ما قلتش هنا العربة دي ليه ولا الحلية دي أقول له المعنى هنا مضطريني ان أنا مش لازم أقول طلب قد ما قلتش خيص الحكاية يعني انت يا أستوز علي بتغني الغنى الدرامي غير الغنى بتاعك الغنى اللي هو نسميه لا أثر عليها برضو حتى في الأغانية العادية يعني مش هقول مثلا عنوان بتنى زي ما كان مش هعمل كده هي عنوان بتنى زي ما كان بس انت انسيت العنوان ابعث واسأل ويبقى لازم تشخص المعنى وبلاش تتقل لحظة ناخد عن نسيان العتاب هنا موجود يعني فهنا بقى مش مهم التطريب ولا العرب ولا الحليات دي يعني متهلم حدش بيعمل كده دلوقتي الله أعلم عشان ما ظلمش حد بس يعني لا في ناس بتعرفت شخص يعني يعني نادرين يعني بس يعني آه لأنه عادة المطرب الكويس الجلالة بتاخده أنه يقول كل حلياته اللي هو عرف يفرض عضلاته آه آه عادة عشان يلجم نفسه مسألة مهمتها أصعب على فكرة من إنك يعني أنت ما تقول غير ما تقول ترا يعني أسهل أنك تقعد في حالة تعمل لها عرب لكنك تمسك صوتك وخصوصاً لو فيه كلام هتقوله تمسك صوتك بحيث إن المعنى ده يوصل للناس ده أحسن بكتير إنك توصل الإحساس للناس ومعنى الكلام اللي أنت بتقوله ده نتيكتو أعلى بكتير جداً من إنك توصلهم منك مطرب جامد تمام طيب طيب أستاذ علي أنا هرجع للنقطة اللي هي بتاعت كنت بتكلم عن يعني أن أنت يعني كنت تقريباً البطل أو نجم الشباك الأول في غنى الأعمال الدرامية طبعاً مع الاحترام للبقيين يعني أكيد ناس عظام وعملوا حاجات مكحة جداً بس دايماً تلاقي الأستاذ علي الحجار بيتصدر المشهد كيفاً وكماً يعني كان ليه يعني كان وأغلب شغلك طبعاً زي ما احنا قلنا أو نعرف اللي مش عارف كان مع شعر كبير زي الأستاذ سيد حجاب الله يرحمه أستاذ عمار الشريعي يا رب نادي الصحة طبعاً وكان عبد الرحيم منصور عبد الرحيم منصور شعر كبير وأنا بدأت معاه في أول ألبوم ما عملهولي الأستاذ باريخ حمدي اللي أقدمني للناس وعمل لي مسلسل ياسين وبهية المسلسل ده ما اتشافش الناس ما شافتوش لأنه كان باتزعف الدول العربية أكتر ده عمل لي فيه حوالي مثلاً 38 أغنية ولا حاجة كلهم بالصعيدي برضو وكانت من الحاجات الحلوة اللي أنا أنا مستخسر أنها ما وصلتش للناس يعني يعني أنا عارف سؤالك وأسف لا 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 خالص بس يعني أنا هو هو الحكاية أنه كانوا بيشوفوا حتى الأستاذ ياسر عبد الرحمن أيها ربنا دي الصح أنتو اشتغلتوا عدد معاين مسجين نفس نفس هي الناس يعني أنا ليه أرفع طبعاً ما هو أنت أكيد جامد بالبلدي كده ما أنت راجل جامد بس المطربين الجامدين أنت صح طبعاً موجودين يعني يعني هو أنا إيه بأرفع مرفع سمعت التلفون يعني في الصعيدي وفي الملق يبقوا عارفين أن دي قواعد سبتة ما بتتغيرش المطرب ما بيختارش يغني مسلسل إيه اللي بيختاروه يا إما المنتج يا إما المخرج يا إما الملحن أو الشعر لكن هون مش أنا مثلا عارف أنه فلان بيخرج مسلسل كذا ليام دي فروح أقول له أنا عايز أغني التتر بتاع عارف دا طبعاً لا لا أكيد أكيد وماك أنت بالتحديد ما فيش كده طبعاً هي الحكاية جات صدفة أنه بدأت فيلم المغنواتي بفؤاد حداد شخصياً اللي هو بيقول عليه أشعر شعراء الإنس والجن وهو نفسه قايل في قصيدة من قصيده أنا والد الشعراء فؤاد حداد فلما والد الشعراء فؤاد حداد ده أبدأ معاه بأغاني الفيلم يعني ما تشافش وما كانش حتى يعني معمول كويس أنا كنت بمثل وحي شاوي ومنشي وحاجات كده بس الأغاني كانت حلوة قوي نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان نظرة عشان الليل ما يطلش نظرة عشان الفجر يبان نظرة عشان إن قلت ما قلش إلا من القلب الفرحان واخد الدنيا بالأحضان حاجة عظيمة يعني فييجي الأستاذ بليه حمدي يجبني بكلام لعبد الرحيم منصور على قد محبينا وتعبنا في ليالينا الفرحة مشوارنا تاني حتنادينا وحوار بيني وبين الكراب يقولوا ده احنا يا مشقينا من يوم ما تنسينا أقول لهم طول ما القلب صافي بحر العشق وافي وكل عذاب الدنيا حيروق بكرا لنا القلب صاف أو اللحن البسيط ده الحلو فتلاقي يجو أتعرف بالقصص صلاح جهين فورا بعد القلب بشهور فيوافق إنه يديني ربعيات صلاح جهين الشهيرة اللي لحن الشيخ سيد مكاوي فداخل على حسن البيض الوسط الفني وصدف فألاقي أول المسلسل حيجي دي الأيام فطبعا سواء عمار الشريعي أو سيد حجاب ده حيقول ده الواد اللي غنى لفؤاد حدد وغنى صلاح جهين وغنى العبد الرحيم منصور وعمار الشريعي يقول ده الواد اللي غنى لبليخ حمدي والشيخ سيد مكاوي احترامهم كبير عندهم فيروح ومختارين أنا في الأيام فييجي بعد كده الأبنود يقول لا ومرتين على فكرة في لقاءات مرة كنت في التلفزيون في ومرة في الإزاعة يتكلم ويقول أنا كانت أمنيتي كده الأبنود الكبير ده كانت أمنيتي إن علي الحجار يغني فيروح عملي يا لولا ده تأديكي من طرق بابي طول عمري عاري البدن وإنتج البابي بيكلم مصر في مسلسل عبد الله النديم فهم بيختاروا يمين الواد اللي طالع ده كل دول كتابوله ولحنوله فمشيت الحكاية كده إن كل ما يبقى فيه مسلسل مهم عند منتج أو عند قطاع الإنتاج أو صوت القاهرة أو القطاع وعمري ما 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 مختارت أنا يعني بس الحمدلله كان دايما ربنا بيوفقني لملحن شاطر ومؤلف شاطر فكان دايما بيزود رصيدي كل شوية يعني استغفر الله يعني لو لو كفاية عندي ربعيات صلاح جهين دي اللي هي يحي حقي كتب عليها في كتاب عطر الأحباب إن هي أهم من من ربعيات الخيام شخصيا وإنه خايف على اللغة العربية من عمية صلاح جهين في الربعيات يعني حظ من عند ربنا كله ربنا بيحبني وداني كده إنت مبخوت بخت حلو صلاح الناس دي وهم مبخوتين بيك برضو يعني الحمد يعني إن في الفترة دي تواجد صوت زيك برضو يا أستاذ علي برضو دي حاجة صوت يوصل يوصل الكلام واللحن بتاع الناس العظام دول ما إحنا قلنا الأيام كتير أوي ما تقول لي حتى الأيام كده بتاعتها أوي يعني أنا ممكن أقول لك اللي هي أول أغنية دي اللي حتطلي المحطة دي تمام اللي هي أحمد زاكي ودي من ميزات أحمد زاكي إنه لمسلسل الأيام بالتحديد ما هو ده بدايته وبدايته على فكرة كمعرفة يعني أحمد كان عمل المشاغبين وعمل كم حاجة أدوار مش بطولات كبيرة وأنا كنت غنيت برضو تترات مسلسلات مش عارف إيه حاجات برضو لكن المحطة اللي تشهرت لي يا ولي كانت كانت الأيام ذكر وفاته الشهر الجاي آه كان هو البطل أصلا قبل ما المخرج يشوفني المخرج شفني عشان يعني أغني الأغاني وأحمد ذاكي اللي بيعمل للبطولة تمام فروحنا عند مدام راتل ولا مدام مش عارف مين اللي هي بتاعت الأصوات وكده وتقابلنا هناك ويعدت على البيانو عبدالعظيم عويدة كان هو الملحن وقعدنا وسمعني بغني الدكتور سيد عيسى الله يوح فضل يتفرج عليك كتير وأنا بغني ويشوف تعبيراتي ويلف من هنا ويجي من هنا فقال أنا عايزك أنت اللي تعمل در البطولة حسن من مغنواتي فقلت له لا أنا جاي عارف أنه أحمد زاكي اللي هيعمل البطولة وأنا وأحمد كنا صحاب جدا جدا أنا وهو كنا شلة عند بيحب قوي يساعد الشباب وآخرنا كان شريف مونير برضو يعني من المريدين كلنا كنا مريدين لشعر كبير زي صلاح جعين وكنت أنا خدت منه ربعيات ونجحت في أن يبقى مستحوز على محبته ولقاءته كتير جدا لدرجة أنه مرة أنا مش حنس دي هو كان كل يوم يجي الموتوسيكل بتاع جرنال الأهرام يستنى تحت الساعة 8 أو 7 يعني يستنى الصبح لا لا مساء ياخد النقطة اللي كان صلاح جعين بيرسمها كل يوم في الأهرام قبل طبعة الجرنال يعني ما عرف كيف تبقى الساعة كام فصادف أن أنا كنت عنده كذا مرة في الأوقات دي فمرة رسم النقطة واحد يضحك بطريقته الحلوة الطفولية دي وجسمه دا وبعدها قال لي تعال تعال فرفيته وقفت جنبه في المكتب قال لي بص بص فبصت للنقطة وابتسامت متحكتش بصوت فقال لي ما عجبتكش ورح ما قطعه طلو ايه الساعة دي حلوة جدا قال لي لا مدام ما تحكتش بصوت يبقى ما عجبتكش والراجل قعد تحت بالموتسيكل مستني يودي للمطبعة فقعد رسامها تاني يعني هو كان محترم ان انا رسام ان انا خريك في نون جميلة يعني كان فيه بيني وبينه يعني حاجات تانية مشتركة برضو فقدي كده كنا بقينا صحاب شوف الصدق الفني صدق العمل وراجل كبير او انا عائل صغير ساعتها انه وهو اللي علمني على فكرة ان انا ما تخدش من الاسماء والمشاهير والاغنية والحاجات دي اتخد من الفنان الحقيقي او الموهوب الحقيقي في مهنته او الحقي او طبعا او يعني ممكن فالايام ممكن اقولك يا الايام يا اما ربعية من ربعيات صلاح جاهية انا بحب يعني طبعا نقوله الاتنين بتدي او حضر قوله التتر ونخش او عايش تبدأ بربعية ونبقى لأ ما انا مش حتسبني وانا مش حسيبك النارده عندي بروه في المسرح القوم معاك رجلي على رجلك العاشة عندي شوف عايز ايه امر 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 تطاع الله يكريم انا مش عماية يا خلج يا عمياني لانا جلبي ما في اخو لكن زماني ضنيل انا لا نعاجز ضرير ولا كل من شاف بصير والله يا عمي الجلوب لا خط بيدي المصير هي اللمحة دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر